علي من عمان وقوته سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافي أما بذاته فهو مستوى على العرش ومن أقبح المقالات ومن أقبح المقالات أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى موجود بذاته مع خلقه متحد بهم أو حال بهم أو مختلط بهم تعالى الله عما يقولون علوا كبير وهذه المقالة حقيقة يقف لها الشعر ويقشعر لها البدن فالله جل وعلا في سبع آيات في القرآن يقول الرحمن على العرش استوى والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز بأنه سبحانه وتعالى في علو في علو سبحانه وتعالى ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة على أن الله تعالى في علو فهو على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء نحن لما نسجد يا علي ماذا نقول سبحان ربي الأعلى نقول سبحان ربي الأعلى نبي عليه الصلاة والسلام في قصة الجارية التي كعب بن مالك كان عنده جارية ترعى الغنم فأخذ الذئب شاتا فغضب يقول كعب غضبت أنا آسف كما يأسف البشر يعني يغضب فصككتها يعني عطاها كف مثل ما يقولون فصككتها فندمت فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله حصل كذا وكذا فقال ائتني بها فسألها النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمن ولذلك الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقي فوق سماواته ولا يخفى عليه من عبادي خافي ما من هباء وذر في هذا الكون في هذا العالم في هذا الملكوت إلا والله يعلمه لماذا لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى ولذلك كما ذكرت قبل أقل من أقبح وأسوأ المقالات أن يعتقد إنسان بأن الله مختلط بذاته مع عباد حتى إن أهل العلم يلزمون من يقول هذه المقالة القبيحة بأن الله أكرمكم الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يلزم من ذلك أن يكون في الحمام وفي بطن الإنسان وعلى المزبل وكذا تعالى الله تعالى الله ولذلك يجب اعتقاد بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقي فوق سماواته وهو بعلمه وسمعه وبصره لا يخفى عليه من عبادي خافي يعني معهم بعلمه وعندنا المعية نوعان معية خاصة ومعية عامة المعية العامة معية الله عز وجل مع جميع الخلق بسمعه وبصره وبعلمه سبحانه وتعالى هذا المعية العامة أما المعية الخاصة فهي معية النصر والتأييد قال جل وعلا إنني معكم أسمع وأرى هذه معية خاصة لموسى وهارون قال جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبي لا تحزن إن الله معنا معنا هذه معية خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولي أبي بكر الصديق وأما المعية العامة ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم معية عامة ولذلك كل آيات المعية إما أن تبدأ بعلم أو تختم بعلم بارك الله فيك